إلى ذلك أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على القيم المشتركة بين مملكة البحرين وماليزيا الشقيقة والمبنية على التعاون المشترك والعلاقات الطيبة في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقال معاليهن زيارة جلالة الملك المفدة إلى ماليزيا الشقيقة تأتي بناء على دعوة كريمة من صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا ودولة السيد محمد نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي مؤكدا معاليه على أهمية البيان المشترك الذي اصطدر في عقاب الزيارة الناجحة لجلالة الملك المفدة لماليزيا الشقيقة فيما أكد سعادة السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع الماليزي على أهمية عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة البحرينية الماليزية لمتابعة وبحث تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة التجارية والاستثمارية والاقتصادية والعسكرية جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفي مشترك عقد بين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وسعادة السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع الماليزي وأشار معالي وزير الخارجية إلى أهمية عقد الاجتماع الأول لللجنة العليا المشتركة البحرينية الماليزية حيث تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع خلال الشهرين القادمين وقال معاليه أنه بناء على توجهات جلالة الملك السامية سيتم فتح سفارة البحرين في ماليزيا وذلك لتعزيز دور العلاقات البحرينية الماليزية ولخدمة مصالح المواطنين وقال معالي الوزير أن هناك فريقا فنيا من الوزارة سيبحث سبل اتباع الإجراءات لفتح السفارة خلال الشهرين القادمين مشيرا معاليه لأن البلدين متساويان من حيث التعايش والانفتاح والتسامح الديني وعبر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن فخره بما حققته ماليزيا من تقدم وتطور في العديد من المجالات مؤكدا على أهمية المباحثات التي أجراها عاهل البلاد المفدة مع صاحب الجلالة سلطان ماليزيا ورئيس الوزراء الماليزي والتي ستعمل على دفع العلاقات خطوات كثيرة إلى الأمام في ضوء الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين فيما أعرب معالي وزير الدفاع الماليزي عن فخره واعتزازه بأن يكون هو الوزير المرافق لجلالة الملك خلال هذه الزيارة والتي أعطته فرصة بأن يشهد حرص جلالة الملك على التقريب بين البلدين والشعبين الشقيقين وأكد أن جلالة الملك المفدة قائد حكيم يعمل على دعم وتطوير بلاده بعد ذلك أجاب معالي وزير الخارجية ووزير الدفاع الماليزي على أسئلة واستفسارات الحضور